ينطلق اليوم في مجلس الأمة المؤتمر المعني بشأن الرياضي وذلك برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم لبح تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف نعم هذا وراح يستمر المؤتمر لباشر الثلاثة ويرتكز على أربع محاور معنية في الاستراتيجية الرياضية طبعا المزيد أكثر من التفاصيل ينضم إلينا من مجلس الأمة مراسل تلفزيون دولة الكويت نواف شراكي نواف صباحك الله بالخير وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح وما هي أهم المحاور الرياضية التي سيبحثها هذا المؤتمر إن شاء الله اليوم وغدا صباح الخير نجيب وصباح الخير مناير وصباح الخير كل ما نشايدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح من مسرح في مبنى صباح الأحمد في مبنى مجلس الأمة اليوم مثل ما تفضلت الأمانة العامة لمجلس الأمة تنظم مؤتمرا على مدى يومين اليوم وغدا سوف يبدأ المؤتمر في هذا اليوم الأول في الساعة العاشرة والخمسة واربعين دقيقة هذا المؤتمر يأتي في ظل يعني نحن عارفين أن مجلس الأمة ويمكن هذه المؤسسة التشريعية الرقابية دائما يكون لها دور كبير في مسألة البحث وإيجاد أي حلول لأي مشاكل أو معوقات سواء في الشأن السياسي أو حتى الاقتصادي وفي شتى المجالات اليوم نتكلم على الشأن الرياضي مؤتمر اليوم حقيقة يأخذ عنوانا رئيسيا هو سبل تطوير الشأن الرياضي وتفعيل أو إذا صح التعبير تطبيق الاحتراف نجيب اليوم هناك محورين سوف يتم مناقشتهم ومتعلقين في المحور الأول هو استراتيجية الهيئة العامة للرياضة أما المحور الثاني فهو متعلق في اللجنة الأولمبية الكويتية بالنسبة للمحورين غدا راح يكونون أيضا هناك محورين لأن في هذا المؤتمر على مدى يومين أربع محاور مثل ما تفضلت قبل قليل غدا المحور الأول متعلق في تطوير الاتحادات والأندية الرياضية أما المحور الرابع والأخير فهو متعلق في تطوير الأندية الرياضية وأيضا موضوع محور تفعيل دور الإعلام الرياضي كل هذه المحاورة الأربع سوف يتم مناقشتها على مدى يومين المؤتمر برعاية معالي رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق علي الغان وبمشاركة معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري وبمشاركة نخبة كبيرة من رؤساء الاتحادات ورؤساء الأندية الرياضية بالإضافة إلى عدد كبير من المختصين والمهتمين في الشأن الرياضي هو المؤتمر بشكل عام يبحث عن إيجاد إذا كانت ما هناك معوقات أو مشكلات متعلقة في الشأن الرياضي يتم بحثها ومناقشتها الهدف الأسمع من هذا المؤتمر هو الوصول إلى الغاية الكبيرة في مسألة تطوير الوضع الرياضي في دولة الكويت وأخذ إلى مصاف الدول الأخرى في هذا المجال نعم إذن مرأس التلفزيون دولة الكويت من مجلس الأمة نواف الشراكي شكرا جزيلا لك ونرجو من الله التوفيق للجميع إن شاء الله شكرا